اللي أدرع بالتحدي ويوحى المواجهة اللي أدرع بقى هي مبداية يا مبداية يا دماء خفيف جدا فضيعة يعني هي موتتنا متضحك الفنانة مدرونا سليب يعني الموضوع ده ناس كتير بتطلع على سوشيال ميزة تتكلم عليه بس بصراحة بس الطريقة اللي هي قدمت فيها الموضوع مختلفة خالص عن أي حد تاني حاجة كوميدية دماء خفيف جدا طب كريم معلش بق بالنسبة للمسوابين الراجل والمرأة انت ايه؟ لا بطريقة السخيرة دي يعني ولا بجد؟ يعني بالسخيرة أو مش بالسخيرة انت مؤمن بالمسوابين الراجل والمرأة؟ لا لا نتكلم بجد هو ما فيش مجتمع يعني بيتحضر وبيتقدم من غير احترام المرأة مبداية ده مش رائي ده واقع لما نشوف العالم كله ونشوف الواقع في العالم كله ده الواقع لما نيجي نتكلم على الطريقة اللي هي قدمت بيها طبعا الفيديو هي طبعا لا هي خطيرة بتعمل كوميدي اه بتعمل فيديوهات سخيرة وبتعمل يعني كوميدي ساخر طريقة لطيفة جدا وطريقة تخلي الواحد دايما يبقى عايز يتابع الموضوع انا رجل يعني فانا عندي رأي حاب اقولولك انا شايفة ان المساواة بين الرجل والمرأة ظلم للمرأة لان في مرأة بميت راجل طبعا طبعا يعني وص من الاخر طبعا انا شايفة ان احنا كستات معلش انا برضو بقول دايما بحبش اتجرجر للحتة دي لاني بتحمل قوي الست بجد مالتي تسك الست بتعمل كل حاجة الست بتخلف بتربي بتنظف بتشتغل بتخسل بتطبخ بتعمل حاجات كتيرة قدرة التحول الحقيقة يعني دولا كلهم اولعين مفيش اكتر من كده نولع فيهم ومع ذلك بنسمع كلام اوقات ناقصات بقى عقل ما عاربش ايه حاجات بقى اللي هو يا جماعة احنا هنهزر ولا ايه يعني مفروض نعمل ايه اكتر من كده عشان نزبط ان احنا سوبر هيروز واحنا فعلا يعني بكل المقاييس احنا سوبر هيروز وسوبر باور وامتو ما تقدروش تعملو ابدا اللي احنا بنعملو دي حقيقة تحس ان انا بوسني عايز اقوم اتخاني معاك انا شخصية مقدارش انا شخصية مقدارش اعمل ايه حاجة على فكرة عايز اقولك على حاجة يعني سلمة يمكن احنا مش قول مرة كمان المواضيع دي بقى اه فمنست الجواب تقتلني وانا دايما دايما بقول لها سلمة انا موافقك انا مستنياج بس تقول انا مش موافق عشان اطلع وبعدين تروح تروح مكملة كلام في المواضيع تقولي لا او جايف اقولها سلمة انا موافق انا متفق معاك شخصية كلمة المواضيع دي بتعظمني جدا بجد يعني بحيث ان احنا نستاهل طول الوقت يتقلنا انتو يعني ما حصلتوش انتو فيه سوء بص كل حاجة بتزعل انتو ما حصلتوش انتو بجد قوة وصلابة وعقل قوي جدا ويعني ما فيش حاجة ابدا تنقصنا عشان نتحط فيه مساواة ما بين اي رجل ما فيش حاجة تنقصنا ابدا لا في عقل ولا في مشاعر ولا في اي حاجر يعني الدولة كمان في الفترة اللي فاتت يمكن بقيادة الرئيس الفتاح السيسي كان مهتم جدا بالامر ده ومهتم جدا باحترام المرأة ومهتم جدا ب يعني تقدير المرأة في المجتمع ودي حاجة أساسية وحاجة مهمة واعتقد ان هي كانت يعني لا تزال ومفروض ان هي تفضل مستمرة في الفترة القادمة وتفضل مستمرة مهم ان انت معي يعني توجه كلمة للمرأة من فضلك وحسسها بالشموك بعد كل ده اه صراحة لا طبعا اولا يعني زي ما بقول انه ما فيش مجتمع بيتقدم من غير احترام المرأة والمرأة المصرية الحقيقة في الفترة اللي فاتت يعني بنشوف قد ايه بتتحمل بنشوف زي ما سلمة بتقول فعلا قدر التحمل غير عادية للمرأة والمرأة المصرية بالذات العظيمة العظيمة الشامخة الشامخة القوية انت عظيمة انت قوية انت مفيش منك اتنين ودوري دايما عن لي الدرده اشتركوا في القناة